بعد إصابته البليغة أثناء تأدية واجبه الوطني وبإرادة لا تلين تابع جريح فرحان حمدان تحصيلها العلمي في كلية الهندسة الزراعية بجامعة البعث ليمنح درجة الدكتوراه بامتياز في قسم المحاصيل الحقلية بعد مناقشة رسالته العلمية الحمد لله اليوم دافعت عن رسالة الدكتوراه اللي هي بعنوان استجابة بعض الصفات المرفزيولوجية والإنتاجية والنوعية لصنف الزورة الصفراء غوطة 82 للجهاد الماء والمساحة الغذائية والمعاملة بالأحماض الأمينية كان الهدف منه نحن بيظرف قلة وندرة المياه الصالحة للاستخدام فموضوع البحث كان عن توفير المياه واستخدامها بصناعات أخرى أو زراعات أخرى أو توفيرها للمراحل الحساسة بالنمو النبات بدعم من مشروع جريح وطن استطاع جريح فرحان التمييز والوصول إلى هدفه وإنجاز بحث علمي سيسهم في التنمية المستدامة في سوريا أنا وصلت اليوم لهون بمساعدة ودعم من مشروع جريح وطن اللي أنا منتسب له جزء من إسرة جريح الوطن تصوبت كنت طالب ماجستير والحمد لله جاوزت إصابتي وكملت الماجستير وسجلت الدكتورة والحمد لله فهلا اليوم دافعت الدكتورة ونلت شهد الدكتورة هذا الطالب المتميز هو جريح وطن هو قادر ومتمكن لم تمنعه إصابته من تكمل مساره من تكمل تحصيله العلمي بني الأعلى الشهادات وموضوعه جدا مهم وهذا الموضوع نؤكد عليه وهذه الموضوع نؤكد عليها تخدم التنمية المستدامة الحقيقة طالب فرحان حمدان استطاع أن ينجز بحثا على غاية من الأهمية هو نتيجة إشراف مشترك ما بين جامعة البعث والهي العامل للبحوث العلمية الزراعية وجاء هذا البحث ضمن الخطة البحثية للمؤسستين العلميتين المسكورتين فنتائجه حتما سوف تصبح في عملية التنمية الإصابة لا تمنع أبدا عن تحقيق الأحلام بين أيدينا أمسلي كثير وآخرة البطل فرحان خلال أربع سنين استطاع أن يحقق حلمه خلال كل الصعوبات التي مرت عليها وستطاع أن أربع سنين ينهي بحث الدكتورة وبنتائج ممتازة ما حققه أجريح الدكتور فرحان حمدان يعكس صورة حقيقية عن قدرة جرح الوطن في العطاء ليس فقط في ميدان الدفاع عن أرض سوريا لا بل أيضا في نهوضها علميا والمساهمة في إعادة أعمارها أسامة ديوب الأخبارية السورية حمص